النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنس يعني صاحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ما قال لي أف وكذلك ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم رأة ولا خادما يعني هي منازل علية اللي يتأمل كيف قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هاته المرتبة أولا صنعه الله على عينه هذه وإذا صنعك الله على عينك دلك على كل جميل في شيء مهم اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أف ولا يضرب امرأتان ولا يضرب خادما هو أنه كان يعيش للعظائم وكبار الأشياء فلم تعد تؤثر فيه بنيات الطريق وش معناها؟ الآن لما تأخذ جوالك كذا عندك رسالة مهمة أو عندك إيميل تكتبه وظيفة هذه وظيفة راتبها مئتين ألف لأنه عندك شيء مهم وغالي عليك فلما يتكلم الناس حولك أنت لا تسمعهم أو حتى إذا سمعتهم لا يؤثرون عليك لأنه عندك هدف معين تريد أن تصل إليه فلم تعد تؤثر فيك بنيات الطريق لما تكون مثلا في البيت وجالس يعني ما تسوي أي شيء فيصر إذا ولع واحد لمبة تعرفوا وإذا طاح صحا تقول من لي طيح الصحا لأنه خلال يعني أصبحت الاهتماماتك هي كذا لأنه ما في شيء كبير أنا ما أقول أنه هذه أحيانا صح أو لا لكن مقصودي كلما قل اهتمامك بأشياء عظيمة أصبحت تلتفت للصغائر يعني التصبح المشاكل الصغيرة تؤثر فيك يعني وكلما اهتممت بالعظائم عندك شيء مهم قلت لك الآن مثلا الآن طالع من سيارتك بسيارتك رايح إلى نقطة معينة تريد أن تصل لتحصل على صفقة معينة كل ما تراه من إغراءات وعروض وأنه العطر تشتري واحد يعطوك خمسة مجانا لا تلتفت لها مو وقتها هذه تحدث حنا معنا مرة لا نلتفت لا يمين ولا يصار مثل اللي كل رايح المطار وبقى على الرحلة ساعة ساعة ونص لا يمين ولا يصار